وضيفنا العزيل ومحاضرنا في هذه الليلة هو الأستاذ الدكتور يوسف اسماعيل محمد مشهداني وسوف يتحدث لنا ضمن محاضرته المستوعبات العالمية المجلات العالمية وكيفية تحقق شروطها وهو محاضر في قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة في جامعة الأنبار وعضو متميز في مؤسسة مهندسية الكهرباء والألكترونيك الأمريكية سينيور منبر وحاصع البركوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1995 وماجسير في هندسة السيطرة عام 1999 ودكتورة في هندسة السيطرة عام 2010 من قسم الهندسة الكهربائية في كلية الرشيد للهندسة والعلوم في الجامعة التكنولوجية وأكمل دراسة مع بعض الدكتورات في الهندسة الكهربائية أنظمة السيطرة الدكية في جامعة مالايا في ماليزيا عام 2012 وله العديد من المشهورات التي تضمنت تعليف ثلاث كتب ونشر فصلين في كتب مختلفة ونشر 46 ورقة بحثية في المجلات العلمية جميعها مفارسة في مجلات ذات تصنيف سكوباس وكتباريبيت ونشر 38 ورقة بحثية في المؤتمرات العلمية وله معامل تأثير في جوجل سكولر وقام بمراجعة ميكينو 6 ورقة بحثية لمجلات عالمية رصينة والتقييمات مفارسة أيضا ورئيس تحرير مجلة الأنبار العلم الهندسية ومحرر في مجلة العلوم الصرفة في جامعة الكتاب وبعد استعرضنا هذه السيرة الحافلة باختصار والتي يطغي عليها والسمى البارزة فيها هي الكهرباء نسأل الله أن ننعم هذه الساعة بورشة بكهرباء لا تقطع إن شاء الله محاضرة هذا اليوم كما ذكرنا هي عنوان المستوعبات العالمية المجلات العلمية وكيفية تعقيد شروطها وتستعرض المحاضرة مقدمة بسيطة عن المستوعبات العالمية وبعض التعريفات الضرورية ثم نقارنة بسيطة بين هذه المستوعبات ثم نستعرض بالتفصيل شروط دخول المجلات العلمية الامستوعب الكتوسكوباكس وأهمية كل شروط من هذه الشروط وشرح كيفية تحقيق ذلك وبأقل جهد وأيضا استعراض كيفية الوصول إلى النشر الرصين من خلال تحقيق هذه الشروط نتمنى له الموفقية في محاضرته لهذه الليلة ونتمنى التعام الفاعدة للجميع والمنصة لكم عزيزي السادة الدكتور يوسف فضل جزاك الله خير أخي الفاضل الدكتور محمد المحترم بارك الله ذيك بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الأخوة الأكارم في جهاز الإشراف والتقييم العلمي المحترمين أخواني وأخواتي الباحثين والتدريسين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الله يبارك فيك دكتور والنعم منك ومن أخونا الفاضل الأستاذ دكتور عامر الأمير المحترم وأستاذ محمد جزاكم الله خير على هذه الجهود المباركة والنعم من حضراتكم أستغل هذه الفرصة بداية وأسألكم بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير ما نبتدي به جلستنا هذه إن شاء الله أخواني الأحبة الله يصلي على محمد وآله محمد شكرا جزيلا بارك الله فيك دكتور أخواني الأحبة اليوم محاضرتنا هي المستوعبات العالمية المجلات العلمية وكيفية تحقيق شروطها Global Classification of Scientific Journal and how to achieve their conditions لا يخفى على حضراتكم المستوعبات العالمية وما أثرت فيه سوى سلبا أو إيجابا في النشر العلمي والهموم اللي وضعتها هذه المستوعبات العالمية على كاهل الباحثين الأكارم اليوم بإذن الله عز وجل كما تفضل أخونا الفاضل دكتور محمد المحترم بالإيجاز عن المحاضرة اليوم أخواني الأحبة سنتطرق في هذه المحاضرة إن شاء الله عن مقدمة بسيطة عن المستوعبات ورح نتعرف على بعض المصطلحات المهمة اللي يجب أنه يعني basic knowledge لكل باحث وأكاديمي يتعرف عليها وبعدها هنتعرف على التصانيف العالمية اللي احنا interested معاها وفاد مقارنة بسيطة بياناتهم وبعدها رح ناخذ دراسة تحليلية عن عدم دخول المجلات العلمية إلى المستوعبات العالمية أو آلية تحقيق شروط الدخول إلى هذه المستوعبات ورح ناخذ كيس استادي مستوعب سكوبس ونحرج بنهاية المحاضرة عن مستوعب كلاريفيت لأنه الإلمان بهذه المستوعبين لا يكفي الوقت ممكن بمحاضرة قادمة ناخذ مستوعب كلاريفيت ككيس استادي أخذت مستوعب سكوبس لأهمية القصوى اللي طرت لهذا المستوعب في اهتمام دخول مجلاتنا العلمية إلى هذا المستوعب من أهم وأيضاً أخواني أحب أن نوه أنه أكون رابط استبيان بسيط أحب أن أستثمر وجود حضراتكم معانا أكيد خلى أخونا الفاضل السادة محمد المحترم بالشات الرجاء تجاوبوننا على هذه الأسئلة لأن هذه الأسئلة مهمة تفيدنا في أنه نحرف الانفايرومنت اللي دعنا نشتغل بها يعني بصفتي كباحث وكرئيس تحرير مجلة نعمل أيضاً إن شاء الله مجلة الأنبار للعلوم الهندسية أنه تدخل بالسنوات القادمة إن شاء الله إلى سكوبس بأقرب وقت ممكن نتحضر في 2023 إنه نقدمها إلى سكوبس إن شاء الله بإذن الله أخواني الأعزاء من أهم المصطلحات اللي يجب أنه نتعرف عليهم نقول سكوبس جارنل كلاريفيت جارنل إمباكت فاكتر أتش إندكس آي إندكس أس جي آر اللي هو سيماغة جارنل رانك وثومس ثومس الرايترز والسي جي آر السيتيشن جارنل ريبورت هذه المصطلحات مهمة أخواني سكوبس هو مستوعب عالمي يضم في ثنايا ما يقارب سبعين ألف من المين institutional profile ومن يضم أيضا ستعاش مليون author profile سبعين مليون item أكثر من خمسة آلاف publisher الويبسايد اللي يبدي بيها هذا المستوعب يوجد تو ويبسايد لمستوعب سكوبس لإدارة الـ data بي اس بي الأول هو سيماغة جارنل رانك ورح نتعرف على دني على عجالة لأنه هذا الشطر الأول من المحاضرة وما رح نطول به وأنا أيضا رح نتعرف على الويبسايد الثاني اللي هو scobus review website من البيانات اللي نقدر واحد يوصف فيها scobus أنه scobus publisher مالته طبعا هو scobus عيد لشركة السفير لكن نلاحظ أنه بالشارت اللي عام لحضراتكم أنه النشر لمجلات السفير هي بفقط عشرة بالمية بسبرينجر ثمانية بالمية ووايلي خمسة بالمية وتايلر خمسة بالمية وساق ثنين بالمية اي تروبل اي وأكسفورد وغيرها هي واحد بالمية والأذرز انه ستين بالمية يعني المؤتمرات بعض الجارنالز اللي ما مصنفة تحت الهي رانك ببليشر السبجكت اللي يغطيها سكوبس 32% هي هيلث ساينز و 15% هي لايف ساينز والسوشال ساينز 23% والفيزيكال ساينز 30% التوب سايد اللي يوصف سكوبس هو السماقو جارنال عند كونتري رانك والسكوبس ريفيو ويبسايد طبعا هذي التوب سايد اخواني اي تي مشاركة بسيطة مع حضراتكم لبعض المعلومات لها هذا اللي امام حضراتكم الان هذي الويبسايد الاولى اللي هي السماقو جارنال وهذي احنا نقدر نتعرف من خلالها على الجارنال وهل هي بيا رانك ويعطي بعض المعلومات عن البابلشر مالتها وينطي ايضا بعض مثلا الان هذي بلتن الكتريكال انجينيرينج اند انفورماتيكس جاء هذي من نشوفها رح ينطينا التوبكس مالتها وينطينا هي من يا كونتري الاشيندكس مالتها وينطينا الكوارتر واخواني من المعلومات اللي يجب انه تعرفوها انه المجلة من تدخل اسكوباس مو رأسين يصير لها كوارتر رح نشوف هذا الكوارتر ينمنح بعد ثلاث سنوات من دخول اسكوباس يعني السنة الاولى والثانية والثالثة ما لها كوارتر لكن الها الفاكتر اللي يهمنا اللي هو السايت سكور لكن السايت سكور ما ينوجد هنا السايت سكور ينوجد بويبسايد اخر اللي هو سكوباس ريفيو ويبسايد وهو اللي راح نشوف امام حضراتكم هذا الويبسايد اللي هو نفسه نسوي لأي واحد بنا صفحة خاصة الى كباحث راح نشوف هنا انا اكو ايقنا اللي هي اسمها سورس هذي السورس من نجي ندخل نفس الاي اس اس ان مثلا من هذه المجلة واحنا نعرف كل اتنا شنو الاي اس اس ان الاي اس اس ان هو الرقم التعريفي للمجلة اللي انت تبحث بها وهذا رقم وحيد مثل الاي دي الشخصي اللي حضرتك لذلك من نتخليه بالسيرج دائما يطلع فقط اسم واحد هو اسم المجلة اللي انت تبحث عنها نشوف هنا بالسكوباس ريفيو ويبسايد رح ينطيني السايت سكور مالتها وينطيني الاس جي آر وينطيني الاس ان اي بي وينطيني معلومات الديديلس ومن ضمنها ينطيني الابديت تراكينج سايت سكور وهذا المهم عندنا يعني انا من اجي اريد انشور بمجلة اختار مجلة رأسا اجي اباوع السايت سكور هنا المتحقق في عام 2021 ولاحظ السايت سكور تراكينج بالالفين واثنين وعشرين اللي هو ابدات لحد سكس ديسمبر الفين واثنين وعشرين اللي هو ابدات منطلي شهريا يتحدث منها شوف هذا الرنج ده يصعد هنا اذا هذه المجلة هي مجلة بعملها طبعا ما يخفى على حضراتكم اخواني الاعزاء انه احنا كباحثين لحد الان اشتراكنا بهذا الويبسايت هو اشتراك مجاني والسبب انه احنا الانستيوتوشن مالتنا ما مشتركة بي لكن الحمد لله التوجيه الاخير اللي صدر من وزارة التعليم العالي والبحتة العلمي انه تحث على اشتراك جامعات بهذا الويبسايت ليش يهمنا احنا يهمنا لان اخواني الان انت اذا عندك مثلا لان انا عندي 48 بحث بالاشتراك المجاني اقدر اشوف من عندهم فقط عشرة شوف الان اشوف فقط عشرة لكن انا لانه مقيم بحوث بالسفير فينطوني امكانية يصير بأكسز هذا يفيدني مو بس انه اباوع بحوثي وشوف السايتاشن مالتي بعدين ان شاء الله ونريد نجي نشتغل بالمجلات لانه السورس الرحي السيرت الرحي يأمن لي يا اخواني مو مثل السيرت العادي وهذا هو اللي يهمني من اريد ابحث على سايتاشن مال مجلة من اريد ابحث على سايتاشن لمؤسسة او غيرها شوف ان الويبسايت العادي ما تطلع لي على مستوى الداكيومنت والاوثر والاوثور يطلع لي الاثور نعم لكن الداكيومنت حتى اذا طلع ما عندي ابديت الان مثلا اريد اجي ابحث على مجلة شقد صاير عدها سايتاشن غيرها عفوان شقد صاير عدها سايتاشن ماكو يعني انا مثلا مجلة الانبار اللوم الهندسية اللي هي مجلتنا انا رأي استحريرها بحثت بها حتى اشوف شقد عدها سايتاشن بحوثها شقد عدها سايتاشن طلع عدنا 23 سايتاشن لبحثنا باسكوبوس هذي ما يوفره الويبسايد العادي نسأل الله عز وجل ان شاء الله يمكن جامعاتنا جميعا من الاشتراك بالويبسايد لاسكوبوس ولكلاريفيت اللي ايضا راح نشوفه بعد شوية وبما انه احنا لازمنا بتقلب الصفحات نشوف ايضا الكلاريفيت اخواني هذا من استوعب كلاريفيت اللي هو الويب ساينز الويب أوف ساينز هذا الويب أوف ساينز اخواني هذا ايضا نحن نشترك بيك كباحثين اشتراك مجاني لكن ما عدنا فدحيلة انه مثل الابشن اللي قدمه الريفيور بالألسفير نطيني ريفيور اسمه ريفيور هاب اللي هو يمكنني انه يفتح اكسز احنا نحن ما عدنا اكسز لذلك نبقى فقط نشترك بالاشتراك المجاني ينطيني بعض المعلومات لكن مو كاملة مثلا الامباكت فاكتر ما ينطينيها لكن ينطيني الجانر الجانر سيتيشن اندكس اللي هو يعني بي اندكيشن على الامباكت فاكتر لكن مو كامل يعني مثلا الآن اذا هادي كانت امباكت فاكتر هذه المجلة راح نشوف شنو البيانات اللي تطلع هذه الان هذه المجلة اكلا جانر من البابلشر سبرينجر نشوف انه هادي اللي هي جيو تكنيكال اند جيو لوجيكال انجينيرنج هادي الان انا من ابوع البروفايل مالته ينطيني معلومات بسيطة بسبب الاشتراك المجاني هادي الويبسايد هي خاصة بكلاريفيت بمستوعب كلاريفيت واللي قبلها كانت بمستوعب اسكوباس فهذا ما حبيت ابينه على عجالة بما يخص الويبسايد للمستوعبين هادي نشوفها معلومات بسيطة لكن ما ينطيني شوف هذا اللي هو نستخرج من عند اللي قام مكتوب ما ينطيني لكن اللي بيدلالة على انه هادي المجلة صارها اكثر من سنتين بكلاريفيت وراح نشوف ليش هاي صار لأكثر من سنتين بكلاريفيت وليش السايت سكور يصير لثلاث سنوات يلا ينحسب بالسلايدات القادمة نرجع الى محاضرتنا الآن نريد نعرف شون نحسب الـ الـ على عجالة الـ الـ اخواني يحسب بطريقتين اما نعرف من خلال الويبسايد او نقدر نتعرف عليه مانوالي كيف مانوالي نرسم مع عدد البيبارات ونرسم بخط بزاوية 45 نقطة التقاطع ما بين الكيرف مالي السايت سيتيشن وفيرسز البيبار هي الـ الـ يعني الـ الـ يعني الـ يعني الـ يعني الـ من حضراتكم هو يحسب بهذه الطريقة من الآخر الآن هذا مثلا مثال امام حضراتكم لباحث عنده مثلا 15 بيبار واول سيتيشن اصبع عنده 25 الآخر آخر باحث 0 نشوف انه بخط بزاوية 45 راح يلتقي 6 اذن هذا الـ كذلك للمجلات ايضا يحسب بهذه الطريقة نجي على السايت سكور اخواني السايت سكور يحسب لثلاث سنوات لذلك اذا انا اريد اطلع سايت سكور لمجلة مثلا بال2015 فاخذ عدد البحوث المنشورة بالثلاث سنوات دول 2012 2013 و14 واخذ السايت تيشن لهذا البحوث المنشورة بالثلاث سنوات بال2015 واقسم الاي على البي راح يطلع لي السايت سكور مالة المجلة يعني السايت تيشن مالة البحوث المنشورة للثلاث سنوات السابقة في السنة اللي احسب بها على عدد البحوث ينطيني السايت سكور بينما الامباكت فاكتور اخواني الامباكت هو يحود الى ثومسون رايترز والثومسون رايترز اخواني هي دار نشر بدت بجريدة عام 1930 بعدها صارت ما يسمى بـ الـ الى حد عام 2016 انتقلت الى شركة كلاريبيت صار اصبح اسمها كلاريبيت تحوي على 8000 سايت على أكثر من 3000 سوشال سايت على 1800 Art and Humanities جورنال هذه السنويا تستخرج جورنال سايت ويكون على الشكل موجود بالوبسايد وممكن ينزل بشكل pdf ونتعرف على اليمباكت فاكتر اللي هو اهم شي يهمنا اليمباكت فاكتر اخواني يحسب لسنتين مو مثل سايت شكور لثلاث سنوات اليمباكت فاكتر اخواني يحسب ايضا مثلا عام 2022 انا اريد احسب المجلة اخذ البحوث المنشورة في 2021 و2020 واشوف المالت عام 2022 وقسم على عدد راح يطلع لي المجلة المجلة اللي نقدر نستخرج منها معلومات اللي شفناها قبل شوية اللي هي journal citation نستخرج منها journal citation report اللي هو clarivet dot com واتعرفنا عليها الآن اخواني اكو شي مشترك ما بين السكوبس وال clarivet واللي هو الكوارترز الكوارترز اخواني هو الربع ما للمجلة يعني مثلا من اقول هذي المجلة q1 وهذي المجلة q2 وهذي q3 وهذي q4 شنون الفيصل بياناتهم الفيصل بياناتهم هو كالتالي اذا انا عندي 100 مجلة بهذا الكوتاقري يعني مثلا الان بالهندسة الكهربائية تخصص الهندسة الكهربائية وبتوبكس الهندسة الكهربائية عدنا 100 مجلة فناخذ اعلى journal rank شقد ال impact factor وهذا نقسم هذول المية مجلة الى 4 4 الان ال percentage rank اللي هو ال x على y اللي هو يساوي ال impact factor على number of journal فراح نجي من ال 1 ال 25 اعلى مجلات هذول ال q1 ومن 26 ال 50 هذول ال q2 ومن 51 ال 75 هذول ال q3 ومن 74 ال 76 ال 100 هذول q4 لكن اذا ما عندي 100 مجلة ما قلر اقسم هم يشان فاقسم هم على هذا التقسيم y هو number of journals ببعض التوبيك ال x هو journal rank category accordingly impact factor فنجي نقسمهم رح يطلع عنا رقم هذا الرقم اني نقسم من 0 الى 0 25 هن ذن q1 ومن اكبر 0 25 0 25 1 الى 0 5 هو q2 ومن 0 51 ال 0 75 هو q3 ومن 0 75 1 الى z تشقد عندي z هو 0 5 غير 0 8 0 9 هو q4 الان اخواني مقارنة بسيطة قبل ما ندخل بدراستنا التحليلية عن المستوعبات وكيف يدخلها وما هي الشروط اللي نريد نحققها بين scobus و clarivate scobus يعتمد على الرنق مالت على site score وهنا يعتمد على impact factor قاعدة الاستشهادات العلمية بscobus اكبر كبيرة مقارنة مع الاستشهادات اللي بلوب of science هي اصغر والسبب هو الانتشار الواسع ل scobus يركز النشر ب scobus على العلوم عفوا هذه مقلوبة بهذا السلايد لانه الويب of science هو اللي يأكد على العلوم التطبيقية و scobus هو اللي يحوي على النشر بالعلوم الإنسانية والتطبيقية أكثر منها بscobus قاعدة البيانات أكبر رغم أنه جدي متأخرة scobus عن قاعدة البيانات الموجودة بلوب of science وهي أقدم من عدها هذه مملوكة scobus لالسفير وهذه مملوكة لشركة كلاريفيت اثنين يشتركون في أنه هم بمسألة الكوارتر قلنا هم متشابهين الآن أخواني رح ناخد دراسة تحليلية على الشروط الواجب تحقيقها بالمجلة حتى تدخل إلى scobus أخواني أكو عندنا شروط حتى تدخل إلى scobus 16 شرط رئيسي لكل مجلة الآن نقدم مجلاتنا إلى scobus المسؤولين بمستوع scobus يفحصون هذه المجلة على هذه الشروط ال16 اللي راح نشوفها طبعا كل شرط إلى ويت يختلف منها شروط بسيطة التحقيق ومنها شروط عانا الله وإياكم على تحقيقها الشرط الأول أنه المجلة يجب أن يكون لها سنتين كاملة من عمر النشر وهذا شرط بسيط لأن أي جامعة تستحدث الآن مجلة أو أي publisher يستحدث مجلة لازم يحسب سنتين من عمرها ويفتش عن الشروط الأخرى حتى سيقدمها إلى اسكوبس هذا الشرط هو الشرط الوحيد اللي عليها أربع درجات بسكوبس كل الشروط اللي راح نذكرها البقية هي بها فقرات كل فقرة عليها ثلاثة آآ ثلاث درجات هذا الشرط الوحيد عليها أربع درجات طبعا هذا شرط يسير جدا ولذلك كتبت عليها بالدراسة التحليلية أوكي إنه هو بالإمكان تحقيقا لأن أنا جامعة أسوي مجلة أنتظر سنتيا وأمشي الطلب إلى اسكوبس الشرط الثاني إنه المجلة يجب أن تمتلك على عنوان مميز ما موجود بسكوبس سابقا يعني مثلا الآن أنا أبدأ أسوي مجلة أجي أشوف المجلات الداخلة بسكوبس إذا مثلا أكو International Journal of Electrical Engineering ما أجي خلي مجلة مجلتي اسمه International Journal of Electrical Engineering لأنه حتى لو حققت الشروط سكوبس سيعترض على الاسم وذاك الوقت لا أقدر أغير الاسم لأن إذا غير الاسم راح المجهود مال هاي السنوات اللي أنا قضيتها بتحت مسمى International Journal of Electrical Engineering لذلك بالبداية كاختيار مجلة يجب أنه أباوع الاسم مال مجلة هل هو هذا مفهرس بسكوبس وحاول أبتعد عن الأسماء المطروقة حتى لا يصير confusing دائما لدى الباحثين أحنا طبعا بالعراق الحمد لله أغلب مجلاتنا ما مذكورة لأن أغلب مجلاتنا تسمى باسم الجامعة وغيرها يعني الآن مثلا نحن في جامعة الأنبار هدنا 18 مجلة أغلب من تبدي أمبار Journal أو كذا كذا فهذا الشرط غالبية متحقق لذلك نقول عليه هو أوكي الشرط الثالث هو يجب أنه تكون المجلة محكمة من قبل المحكمين وهذا Previewer System ولذلك هذا مطلوب من عندنا حتى بال ويبساعد المجلة يجب أن نوضح آليات التقييم ويجب أنه نوضح نوع هذه آليات التقييم لأنه يوجد ثلاث أنواع من آليات التقييم اللي هي Single Planned Double Planned Non Planned Non Planned اللي هو أنا أعرف المقيم أنا كباحث أنا أعرف المقيم رح يقيم بحثي وهو كReviewer يعرف الآثر مالة البحث هذا طبعا يستخدم ب لان بأل سفير ب سبرنجار لان يسألوننا تقييم يسألوننا بالبداية أول سؤاليا نحن كمقيمين يقولون عندك مانع أنه نذكر اسمك بالووبسايد أو نذكر اسمك أو يعرف الواحد وانت يبقى تقول نهم رح يصير Non Planned تقول نهم يصير عندي إشكالية يصير Single Planned إذا ماكو ما عندك إشكالية رح يصير Non Planned Single Planned أحد الطرفين ما يعرف صاحبه يعني إما الآثر ما يعرف الReviewer أو ما يعرف الباحث Double Planned اثنين هم ما واحد يعرف الأخر الأسماء تروح مرفوعة وهذا ما نستخدم غالبا في مجلاتنا المياه وهذا شرط سهل التحقيق الشرط الرابع في كتابة البحوث يجب أنه المقالات والمقالات المفتاحية الكلمات المفتاحية اللي هي الكيورز وأسماء المؤلفين يجب أنه تكون باللغة الإنجليزية حتى المجلات اللي تمشر باللغة العربية يجب أن يكون هذا منها باللغة الإنجليزية وأسماء المؤلفين تكون بالحروف اللاتينية ويجب أنه تكون بالنشر هي بهذا الأسلوب وهذا شرط سهل بالإمكان أي هيئة التحرير تحقق الشرط الخامس أنه تكتب المراجع في البحوث باستخدام الحروف اللاتينية وهذه مسألة أيضا بالإمكان تحقيقها وهو شرط سهل شرط تنظيمي الشرط السادس يجب أنه تنشر المجلة العلمية بحوثها بانتظام وبجدول ثابت ومتوفر في موقع المجلة الإلكتروني هذا أخواني شرط ليس سهل على المجلات الحديثة تحقيقها وهذا واحد من الأسئلة اللي أنا أخليها بالاستبيان اللي أرسلتها لحضاراتكم لماذا؟ لأنه مطلوب بإسكوباس سنويا أنه إذا آني مجلة فصلية فيجب أنه أنشر كل سنة عدديا وكل عدد ما يقل عن العدد المقبول 12 مجموعة هو نحتاجه 24 ممكن أنشر في في عدد 11 وفي عدد 13 لكن يجب أنه يكون العدد الكلي لهذا العددين البحثين هنا 24 طبعا سكوباس من راح يجي يفحص مجلتي يبحث إلى سنتين سابقة مو أكثر فمن راح يباوى أنه آني في هاي السنتين مجلتي مستقرة تنشر عدد ثابتة بالعدد كل عدد 15 20 لكن العدد الثاني أيضا لو 15 لو 20 وبتوقيته الكوارتر معناتها بالربع الأول من السنة بالنصف الأول من السنة مثلا أنا أقرر أنه أنشر مثلا ماي وبنوفمبر أو مثلا بأبريل وأكتوبر وهكذا فنشوف أنه كل سنة العدد ما للمجال الأول يظهر بأبريل والثاني يظهر بأكتوبر إذا آني مجلتي سمستر يعني نصف فصلية يعني تنشر أربع عدد بالسنة فمعناتها يجب أنه كل ثلاثة شهر أصدر عدد أصدر بمارش أصدر بجون أصدر بسبتمبر وأصدر بديسمبر وأعداد المجلات ثابتة ليس ثابتة قريبة من الثابتة ليس بعدد أنشر أثنين أو بآخر 17 وهكذا هذا يكون على حساب الدرجة طبعا هذا مو بالسهل لذلك إحنا نطيناه بالدراسة التحليلية 60% من المجلات اللي تبدأ هي تقدر تحقق هذا الأمر لأنه إحنا يعني خصوصا الآن إذا نحكي همومنا كمجلات محلية مسألة استقطاب الباحثين مسألة غاية بالصعوبة وطبعا هذه الصعوبة تزداد لما نكون ندور باحث خارجي راح نشوف إنه واحد من الشروط إنه يكون الباحث خارجي وهذا أمر موسهل حتى الباحثين المحلين بسبب السعي وراء اسكوباس ونشر باسكوباس سواء كان طالب دراسات أو باحث يسعى إلى الترقية أو باحث مترقي وكامل هو بروف لكن أيضا وراء تقييم الأداء فليش ينشر بحثه بمجلة محلية ينشر بحثيا باسكوباس واسمه الأول وياخذ أربعين من أربعين بجدول تقييم الأداء محر البحث العلمي هذه أخواني كلها محددات لاستقطاب البحوث بالمجلات المحلية لذلك أنا واحد من أسئلة الاستبيان هل أنه أنت تأيد مسألة وضع شرط من شروط إنجاز لطروحة لطلبة الدراسات العليا أنه ينشر في مجلة محلية طبعا الأثتيك ويقول أنهم ما يصير أنت تخلي هذا الكونسترين لكن احنا وكثير من الحاضرين هم مكملين في جامحات يعني بدول مختلفة نشوف كل جامعة تسعى إلى أنه تخلي الشروط المناسبة إلها يعني مثلا أنا كملت بوست دكتوريت بجامحة ملايا جامحة ملايا تشترط على طالب الدراسات الدكتوراه ما يقدم فيفا إذا ما عنده اثنين منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات كلاريفيت كيو وان وبالمجلات اللي هي تحددها اليو أم يعني ما تقبل أي كلاريفيت لازم كلاريفيت ومن المجلة اللي هي تحددها ما حد تتهم جامعة ملايا بالنون أثتيك فأني مع هذا المخترح وناشد الأخوان في جهاز الإشرار في التقنية العلمي والأخوان المسؤولين على المجلات بالوزارة أنه يعممون هذا التوجيه على باحثيننا مثل ما باحثنا يأخذ خمس درجات بين نشر بمجلة اسكوباس يأخذ خمس درجات بالمناقشة على مجلة محلية والآن مثلا نحن بالعلوم الهندسية عندنا مجلة دخلة اسكوباس وعندنا مجلات أخرى راح تدخل إن شاء الله اسكوباس فليش ينشر خارجية اسكوباس أودها للمحلية وهذه الأموال اللي تطلع من جامعاتنا وتروح إلى مجلات خارجية تكون مجلاتنا أولى بيها الشرط السابع وهو أخواني شرط جدا جدا مهم هذا الشرط بي اسكوباس علي تسعة وثلاثين درجة لأن هذا الشرط هو شرط تعليمات إخلاقية النشر الأثيتيك وسوء التصرف هذا يجب أن يكتب باللغة الإنجليزية على موقع المجلة ويضم 12 فقرة وراح نسرد هن على عجالة لكن هن جدا مهمات الأول الإخلاقيات النشر لمطلوب من عدنا هم الإديتر والإديتر بورد والريفيور يجب أن خصوصا الإديتر بورد أعضاء هيئة التحرير يجب أنه الويبسايد مال المجلة يضمنهم وأسماءهم والأفليشن مالتهم معلومات الـ H-Index مالتهم لأن أيضا سكوباس راح يسوي سميشن للـ H-Index ويشوف هل أنه أنت هيئة التحرير مالتك من الـ High Rank researchers أيضا الأخلاقيات النشر يجب أنه تكتب بالمجلة وإخلاقيات النشر التي تكتب بالمجلة يجب أنه تأكد على سبع نقاط رئيسية أهمها سياسات المجلة حول التأليف ومساعمات وكيفية النشر كيف تتعامل المجلة مع شكوى أنا باحث قدمت شكوى إلى كنت أبو مجلة كيف تتعامل بها يجب أنه تشرح بالويب سايت سياسة تضارب المصالح يجب أنه توضح آليات الرقابة الإخلاقية هل أكو بلاجاريزم أشقد نسبته هل يوجد من البحوث هو استلال علمي وصير بحر فليزنج أكو مراقبة حاليا سياسات الملكية الفكرية ورأي المجلة بها يجب أن يوضح بالويب سايد وكيفية المناقشة والتصحيح إذا صارت إشكاليات بعد النشر يجب أنه أيضا توضح وهذا كل عليه ثلاث درجات أيضا آليات الاكتشاف السلوك البحثي إذا صار من أحد الباحثين إنه جدتك شكوى مسروق هذا البحث من عندي كيف أتصرف بي أيضا وصف معلومات وحقوق الطبع والنشر والترخيص يجب أنه توضح بالويب سايد تحت هذا المسمى البابلشير فيه يجب أنه يوضح أخواني أشقد الرسوم وشنه آليات الدفع اللي موجودة يجب أنه تشرح بالويب سايد أيضا يجب أنه يوفر الويب سايد طرق الإيجاد البحوث إذا صار فتشيء على الويب سايد ما للمجلة توقف الويب سايد هل يوجد عندك خيار آخر للأرشفة هذا أيضا جدا مهم ويجب أن يوضح وإذا عندك ويب سايد ثاني تحتفظ به مثلا نحن الآن مجلاتنا عندنا موقع المجلات العراقية الأكاديمية بحوثنا تنشرحنا بموقعنا اللي أسسنا بالمجلة والنسخة تنشر بالموقع وهذا الموقع حكومي ومدعوم وبسيكوريتي فمن أخلي بالأرشفة يعتبر في الدكريدة للمجلة أيضا ملكية المجلة وإدارة المجلة وموقع المجلة الألكتروني هذا يجب أن يوضح بالويب سايد إرادات للمجلة هل يوجد إرادات عدد النشر هل هي مدعومة مثلا من جهة أخرى يجب أنه توضح إعلانات إذا كانت عندك إعلانات هذه أيضا من الأثتك مثلا أنت سويت أو صدرت عدد يجب أنه تسوي إعلان مثلا أضفت شخصية لها التحرير التي تتعلن عنها ممكن التسويق المباشر يجب أنه ما يكون بآليات مزعجة لليوزرز اللي يمسجلين وياك من ريفيوور ومن إديتر ومن آثار مو معنى يعني يجب أن يكون بطريقة مرتبة خالية من الإزعاج يعني الإخلاقيات وسوء التصرف بالنشر هذا انطهنا بالدراسة التحليلية 60% ممكن لأن هذا فتفريق من هيئة التحرير يخصص لهذا العمل ويبدأ يكمل الويبسايد ويراقب مثل ما نخلي باللجان الامتحانية نخلي بحيئة التحرير ويأكدنا على هذه المسائل الشرط الثامن يجب أن يكون للمجلة ISSN رقم معياري والكتروني ومطبوع ممكن يكون وهذا جداً مهم وعليه ثلاث درجات وهذا سهل الحصول عليه الشرط التاسع يجب أنه يكون يجب أنه يكون للمجلة موقع مخصص باللغة الإنجليزية وهذا الشرط من شروط اسكوبوس وهذا سهل بالإمكان لأي مجلة ممكن تحققها الشرط العاشر توفير تعليمات للأوثر باللغة الإنجليزية ويكون موضح بكافة الأمور التي تتعلق بالباحثين منها يجب أنه يتوفر التامبلت مال المجلة الفورمز مال الكتاب مال المجلة يجب أنه توضح للباحث آلية السابمت وآلية الريفجن قيمت بالمجلة تحتاج من الباحث تصحيحات يجب أنه تشرح للمؤلف آلية إنجاز هذه التصحيحات والآلية المعتمدة عندك هل أنه يكفيك أنت كشيف ايديتر أو كاديتر بهذه المجلة يكفيك أنه التصحيحات مؤشرة بلون مغاير على متن البحث أم يجب أنه يكون بلون مغاير على متن البحث ومرفق معه ريفيوور ريبورت اللي هو كل question أو كل نوتس من الريفيوور تجاوب عنها بأسفل السؤال وطبعا هذه نصيحة للأخوان الباحثين بصورة عامة سواء المجلة طلبت هذه أو لا حتى ما تكون المحاضرة فقط للمجلات والأخوان الباحثين لكارم المتاجدين معنا أنا سويت سبمت إخواني بحث لمجلة وجتني revision minor correction major correction التغييرات اللي أجريها على متن البحث أغيرها بلون مثلا لون أصفر وأرفق معه ريفيوور ريبورت أخذ أخذ النوت الملاحظة الأولى للريفيوور الأول أكتب أولا الريفيوور الأول طبعا أكتب بالبداية رسالة ترحيبية بسيط للريفيوور اللي تعبوا وخيموا لك بحثك بعدها أبدأ ريفيوور number one بعدها question one أو notes number one أكتب هالنوت سيئة شنو قال لي مثلا you must added fed rules أو نتيجة أو غيرها أو غيرها وتحتها أكتب شنو اللي سويت وأشير لها بالبحث وين هي بيا صفحة مثلا دي الربع الأول من الصفحة الثانية أو هو بالمنتصف من الصفحة الثالثة أو هو الربع الأخير من أو أذكر number of line عندي مثلا 21 line أقول بالline number 17 بالصفحة الثالثة أدلي الربع عليها الأديتر أخواني أو الربع أو الربع من ترجع للربع راح يكون سهل عليها التدقيق على النوتس اللي ينطاها وينطيك مباشرة confirm هذه سهل بالإمكان أنه أي إرشادات بسيطة توضع اللي الباحثين بالمجلة اللي يمكن التجاوزها الشرط الحادي عشر اللي هو أهداف ونطاق المجلة العلمية يجب أن يكون متوفر باللغة الإنجليزية على موقع المجلة وشنو التوبيكس اللي تنشر بيها لأنه الآن مثل ما شفنا قبل شوية من أني دخلت على البسكوبص وبوقعت هذه المجلة اللي كانت بولتين الإنجليزية فاش كم توبيكس بالإمكان يندرج تحت الإنجليزية كثيرة لكن إذا هي مثلا Intelligent System Intelligent Robotics System وأيضا بالإمكان لهذا التايتل اللي هو سبيسيفك أخلي توبيكس ما هو بايوميديكال وين الابليكيشن مالت وين غيرها لأن هذه جدا مهمة للباحث لذلك سكوبص خلاها شرط من الشروط لدخول المستوعب حلناه بأنه بالإمكان تحقيقه هنا أخواني شرط جدا قاسي مو جدا قاسي لكن هذا من الشروط اللي أنا خليتها بالاستبيان أخواني التوزيع الجغرافي اللي هو المقصود به بهيئة التحرير وللباحثين والريفيور يجب أنه يكون متعدد الجنسيات يعني بإنترنشنال وبإلوكال لأن نحن بالعراق يجب أنه يكون عراقيين وكو انترنشنال بهيئة التحرير وبالباحثين وبالريفيور المهم جدا هو الباحثين وهيئة التحرير هيئة التحرير أخواني سهل أنه تأمن والنسبة المطلوبة هي 33% يعني إذا إحنا 18 بهيئة التحرير 18 يجب أنه يكون 6 منهم هم انترنشنال لكن أخواني الباحثين يجب أنه نفكر بآلية استقطاب الباحثين الأجانب لمجلاتنا خصوصا هي مجلات ما داخلة بسكورس وهي مجلات محلية يجب يجب أنه نجتهد بآليات وبأساليب نجذب الباحثين منها النشر المجاني منها مسائل الإشراف المشترك منها طلبتنا للمبتعثين اللي داي يروحون يكملون خارجيا ممكن يكونون سفراءنا بهذه المسألة أيضا حتى نحقق نسبة من الانترناشنال آثر بمجلاتنا هذا شرط نضيناه ستين بالمية رغم صعوبته الشرط الثالث اللي هو السايتشن اللي بحوثنا في المجلات اللي بالمستوحب لأن حتى ندخل بالمستوحب يجب أنه بحوثنا اللي ننشرها بمجلاتنا يصير لها سايتشن بالبحوث المنشورة بالمستوحب سواء كانت سكوبس طبعا هذا أيضا من الشروط المشتركة ما بين سكوبس و اكلا ريبيت فأخواني الأعزاء هذا الشرط موسحل مثل ما أسلفت بالكلام بالويبسايد لأن مثلا نحن مجلة لنبار للعمل لندسيا عدنا 23 و 20 بحث ب سايتشن بسكوبس وهو نسبة قليلة نسعى إلى أنه يزيد بالأيام القادمة إن شاء الله لأن من سياساتنا أنه نمن هذه المسألة ونحث من خلال المحاضرات وغيرها على هذه المسألة وإن شاء الله نسأل الله التوفيق لنا ولكل العاملين بالمجلات العراقية لذلك هذه المسألة منضتها 20% لأن هي مسألة اعتمادها أخواني على جودة البحث العلمي اللي وراح يجينا شرط لأن أنا شون أحقق السايتشن أخواني أخواني السايتشن يحقق من أني أنشر هاي كواليتي من أني أنشر وبحوثي مدققة لغويا وعلميا بشكل صحيح لذلك واحدة من السياسات اللي أنا أنصح بها أخواني في أيقات التحرير واللي إحنا إن شاء الله راح نتبلناها في مجلة الأنبار للعلم الهندسية أنه نخلي editor language ونخلي native speaker لأنه البحوث إذا ما تنقح لغويا السايتشن بالإنترنشنل ما يجب الأمر الهيين ومسألة الكواليتي العلمي فهذه مسألة رحيناتنا إحنا الإديتر ندز البحوث نرسلها إلى مقيمين ثم ناس يقيمون يعني مثلا الآن أنا أرسل إلى مقيم وشوفها مباشرة أنت أنا أفرح من يصير عندي بحث بس ما أفرح من هذا البحث ما يمكن هيك باحث هيك مقيم أنا ما أرسل إلا مرة ثانية مع جل احترامي لما كانت ولعلم ولهذه لكن أنا أدور مشتهد ينطيني الملاحظات على البحث يرفع لي من قيمة البحث أيضا بالجانب الآخر جتني ملاحظات من الريفيور أباو الإديتر مالتي هل هو راقب هذا التنفيذ يعني جتني الريفيور والنوتس والريفيور جزال الله خير جاء أنتاني ملاحظات لكن الباحث ما التزم بها والإديتر مالتي بالبورد ما راقبها ما سوين شي الحلقة ما كملت لازم الحلقة ثلاثة أركان الركن الأول أنه الريفيور أنتاني ملاحظات أرسلتها للباحث الباحث أخذ بها حرفيا مو بس يعني تجاوزها كيف ما يكون بعدها الإديتر المسؤول عن هذا التوبيكس اللي أنا محولها للبحث هل راقب هذه الكورركشن هل جتني مضبوطة تكتمل الحلقة ويكون الكواليتي عالي حتى نأمن ال سايتيشن للإنترنيشنل أعضاء هيئة التحرير الشرط الرابع عشر يكونون من الباحثين المميزين بالتخصص أنا مجلتي تنشر ب أربعة أو خمسة توبيكس أجيب أعضاء بهية التحرير كلهم من الناس المشهودين لهم بالعلمية وبالنشر الرصين وبال هاي أش إندكس وجديتهم بالعمل هذا الشرط سهل لذلك نطعنا 80% الشرط الخامس عشر إنه المجلة تمتلك ديو آي وهذا أمر سهل جدا لأنه هذا الرقم التعريفي للبحث وهو يوضع بالبحث أما بالعبرلة هدر أو بالأسفل وهو الآي دي للبحث أنت من تنشر بمجلة هي بها ديو آي راح يكون هذا الرابط التعريفي لبحثك وإنما تخليه بالأنترنت راح تحصل على صفحة النشر لبحثك ومنها تسوي الداونلود لذلك أيضا نصيحة لأخوان الباحثين من يريد أن تشيك بمجلات يعني أكو أمور عينية قبل لا يروح يشيكها ويبحث عن ويبحث عن سايت سكور وعن يبقى هذه المجلة أكو علامات اللي هي شنه إلها موقع محدد السبموشن داي يصير عبر الموقع لو هو كيفما اتفق بإيميال البحوث المشورة بالمجلة الهدي آي هادي كلها علامات لرصانة المجلة لذلك وضع شرط من الشروط لدخول المستوع بسكوبوس وهذا أمر سهل ويمنح مجانا هو ولا ياسس أن من المواقع الشرط السادس عشر وهو شرط يعني بجودة المحتوى اللي هو جودة البحث المنشور بمجلتك وهو يحوي على خمس فقرات كل فقر عليها ثلاث درجات يعني هذا 15 درجة هذه جميع تصب أنه هل أنه البحث منظة الميا يعني مرصين هل هو لغة المنشور بها ضعي وينشر باللغة الإنجليزية حتى ينشرون باللغة العربية هل هو منقح لغويا ما بأخطاء لغوية الميا مقيم يجب هذه أنه تأخذها هيئة التحرير بنظر الاعتبار حتى تتحقق آخر شرط من شروط الدخول للمستوعب وهذا شرط مون سهل أخواني لأنه مثل ما بيّننا قبل شوي هذا يعتمد على جودة جهاز التعبير الريفيور وعلى جدية الإديتر وعلى التزام الباحث بالريفجين اللي أعطيناه حتى يكون البحث منقح علميا ويكون طرصين هذه أخواني أهم الشروط اللي يجب أنه يأخذ المستوعب سكوبس حتى يدخل المجلة إلى سكوبس النخص من الستعاش شرط أكو سكس هن المؤثرات اللي هن نشر البحوث منتظام تعليمات أخلاق النشر التوزيع الجغرافي للباحثين والإديتر بورد والي الريفيور السايتيشن بالمجلات المستوحب وضاحيات التحرير وجودة المحتوى هذولا هم المست افكت كونديشن بالدخول إلى مستوعب سكوبس أكو ويبسايد ممكن يراجع لك أنت كتحرير مجلة بعد شوية نشوفه الآن نستعرض على عجالة الإفالوائشن بروسس لكلاريفيت جارنل للويب أوف ساينز اللو الكلاريفيت خلونا ثري أوبشن رئيسية وخلوا واحد نهائي مجموعة هذول هم سبعة بالأول اللي هو سموه إنيشال ستيب أو تريقر هذي إذا أنت تسوي سبمت وفشرت هنا بإمكانك تعيد البروسس على السريع وتسوي سبمت ما يأجلوك اللي هو يشيك الإي أس أس آن والجارنل تايتل والجارنل بابلشار واليو آر آل وهذول اللي هم حضراتكم اللي هم ست فقرات سبع فقرات هذول سبع واللي بعده هو الإديتر ستيب اللي هو يخص الإديتر بورد وتعليماته وال الويبسايد هذا تسعة شروط يشيكون هنا أيضاً وبعدها يجينا الإديتوريال إفاليواشن هذا يجي عندنا هنا تقييمات لكل الفقرات الاثور السيكريبشين البريريفيور بروسس الكون الالإديتر بورد ثمان ركوايرمنس هذول إذا المجلة عبرت هذول الثري ستيب نروح إلى الشرط الأخير اللي هو الامباط الكريتيريار اللي هو الكمبراتف سيتيشن أنالسي يسوي الاثور سيتيشن أنالسيز يشوف الإديتر بورد سيتيشن أنالسيز الجيائيب ومنت وياكش قد سيتيشن مالتون كذا كذا من الأمور اللي جاوزت سكوب أصوى كلاريبيت سابقاً يعتبرون النشر به من قبل أعضاء هي التحرير بالمجلة هو الآن هو هذا الشرط لا أخذوا الانفيرس مالتا المقلوب أنه آني بمجلة أنا بس مسجل اسم وما العلاقة بهذه المجلة لو أنا داعم لهذه المجلة أنشر بها بحوث أتابع أجاوب على الإيميالات غيرها هذا واحدة من الطرق اللي أيضاً تشيك بالشيك بالبروسس لكن ما أقيم أنا ما أقيم البحث لأنه أنا أعرف حتى مصر بالن آثيتك بال بري ريفيور هذا الموقع يفحص لك الجاهزية لمجلتك وهو موجود بالعربي والإنجليزي بالإمكان تدخل وتشيك جد أنت محقق من شروط الدخول لمستوحب إسكوبس هذه بعض اللينكات البسيطة زودتكم بها لمحاضراتنا السابقة وأنا أسف على الطالع مبارك الله بكم شكراً جزيلاً أخواني لا إزاق وأي سؤال أو استفسار أنا حاضر بارك الله فيكم شكراً جزيلاً عزيزي أستاذنا الدكتور يوسف مشهداني على هذه المخاضرة القيمة والمعلومات الرائعة نتمنى أن تتحقق الفيديو